بتاكل زبادي. يعني عايزنا اتكلم معك عن مسلا فوائد الزبادة الطبية مسلا. بص ما بنيجي انا مسلا كدكتورة غزاء ما ليجي مسلا نتكلم عن فوادي الزبادة الطبية هقول لك اهم خمس فوايد. احنا بنستخدم الزبادة بشكل مستمر اه في الانظمة الغزاء اللي احنا بنعدها للناس اكتخينا. ليه احنا بنحط اه في الانظمة اه بتاعت الناس اكتخينا دايما الزبادي او لان الزبادي ليه دور كبير جدا ان هو بيساعد في عملية انقاص الوزن فاحنا بنقول لو حد عايز يخس ما تنساش تحط في النظام الجزائي بتاعك الزبادي ده كده رقم واهم. ثاني حاجة ان الزبادي اللي يدور كبير جدا ان هو بيقلل من ارتفاع ضغط الدم. الزبادي بيقلل بيقلل من ارتفاع ضغط الدم. غير ان هو طبعا اه الزبادي فيه حاجة اسمها البروب بايوتيك. البروب بايوتيك ديه اللي هي بنقول عليها اللي هي البكتيريا النافعة. اه البكتيريا النافعة دي بتساعد في عمليات الهضم وعمليات الامتصاص والحرق والتمسيل الجزائي جوة الجسم. اه لو في بكتيريا ضرة بتساعد ان هي تتخلص من البكتيريا الضرة اللي ممكن تئزي الجسم وتكون سبب في مشاكل صحية ممكن تكون موجودة في البط. فبنقول الزبادي مهم جدا ان احنا ناخد منه البروبايوتيك. البروبايوتيك ده مكمل جزائي موجود في الصيدليات. تقدر انت بتاخده بكل وساطة من علبة الزبادي اللي انت بتاكلها. الانت تعرف بس انا بتكلم ما بتكلم عن الزبادي بتكلم فوايد الزبادي على الريء. يعني الفوادي اللي انا بقولها ديت عشان تاخد الفوايد الكبيرة بتاعت الزبادي بنقول اه الزبادي ده يتاخد على الريء. يبقى يساعدنا في انقاص الوزن بيقلل من خطر ارتفاع اه ضغط الدم. بيساعد في علاج الفطريات المهبلية بالنسبة للستات. برضو بنقول اكل الزبادي على الريء برضو بيقو من الجهاز المناعي بتاعنا. زيد ان هو طبعا زي ما احنا اقولنا كده اه ان هو فيه البروبايوتيك وبالتالي بيساعدنا في التخلص من مشاكل الامعاء. وبالتالي تلاقي ناس كتير جدا بتاخد الزبادي علشان تعالج مشاكل الجهاز الهضمي. اه اه بفضل المركبات والمكونات وبفضل البروبايوتيك اللي موجود فيه اللي هو احنا اقولنا عليها اللي هي البكتيريا المفيدة. ما بيساعد كمانا في اللي تنتشر للكرحة يا دكتور. اه يساعدنا ايضا. يعني يبقى حلو للناس اللي هي المرضى اللي هي عندها الكرحة تلعت المعدة دي. اه حلوة. حلو جدا اه. يتهدي المعدة. لا ما احنا قلنا ما احنا قلنا فيه البروبايوتيك. البروبايوتيك ان شاء الله. الله يسعيدك ربنا احفظك وارفع قدرك في الدنيا والاخرى انت تستحق كل خير يا عم طول. الله يسعيدك ربنا احفظك. لو عندك اي لو عندك اي اسئلة في اي وقت تحت امرك يعني. ان شاء الله نتواصل ان شاء الله مع بعدينا كده. اذن الله يكون خير. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله.